وفي هذا الإطار أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن قضية الإسكان قضية حيوية تؤرق الدولة من بعقود ومع تنامي العشوائيات وتوغلها أشهد دمدبولي على أن الدولة عكفت على مواجهة هذه الظاهرة عبر وضع استراتيجية كاملة الأركان خلال السبع سنوات الماضية مشيرا إلى أنها ارتكزت على تطوير العمران القائم وتنفيذ المدن الجديدة اشتغلنا على أن احنا كدولة قاعدين على أقل من 7% من مساحة مصر عشان نستوعب الزيادة السكانية محتاجين ننتشر أفقيا الانتشار الأفقي ده كان من خلال إعمار الأرض وإعمار مناطق جديدة وإظهور يعني الإسراع بالمدن الجديدة اللي كانت قائمة أن احنا ننميها أكتر ومنهم مدينة بدر ولكن أيضا إنشاء جيل جديد من المدن الجديدة اللي احنا بنتكلم عليه الجيل الرابع الكلام ده كنا بنعمله وبسرعة جدا من أول لحظة تبقى لتوجهات سيادة الرئيس ولكن بالتوازي معاه كنا بنشتغل على المحور الأعقد والأصعب والأكثر كلفة وهو تطوير العمران القائم ترجمة نانسي قنقر